بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يلا نبني هو شعرنا في حلقات يوم لتنين حلقات أحبابنا وحلقات مستقبلنا وحلقات أولادنا الحلقات اللي احنا بنحس فيها ان احنا لنا ندور في الحياة ان احنا نكون مركزين على مستقبلنا مركزين على بناء الإنسان فينا وعلى فكرة في الحلقات دي ما بيبقاش قصدنا بس ان احنا نرب أولادنا بل انا دايما متبني فلسفة التربية المتبادلة احنا وبالرب أولادنا احنا بنتربى معاهم ودهوة اللي يليء بالزيادة في الوعي والتفكير اللي احنا بنعيشه دلوقتي ان احنا كمان التربية ده مفهوم مستمر ومتسع ما بيقتصرش بس على سن معين كلنا تعالوا انتفق كده كلنا محتاجين نتربى يعني ايه كلنا أولادات الأدب لا كلنا محتاجين نترقى في الأخلاق أخلاق ما لهاش نهاية مشكلتنا في الأخلاق ان احنا بنعتبر ان الكبار بقوا معندهم تمام الأخلاق ومحتاجين ينقلوا لا 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 خارس احنا محتاجين نترقى أخلاقيا كله محتاج يترقى أخلاقيا ولزاك الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين قوتوا للم درجات كلنا محتاجين نترقى وعشان كده احنا بربي أولادنا احنا كمان بنتربى معهم بمعنى احنا كمان بنترقى معهم خلينا نتفق على المفهوم ده لانه مفهوم مهم جدا 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 ليه طيب بنقول كده لان كتير من المربين دلوقتي بيشتكوا من تمرد وعناد أولادهم معاهم لما مثلا ما يسمعوش كلامهم او يرفضوا أوامرهم بشكل واضح او يعملوا عكس مرادهم ويعتبروا ان هم بكده قصدين يضايقوهم او دي طبيعة وسيمة فيهم ان هم دماغهم نشفة لكن تمرد أولادنا في الحقيقة هو تعبير عن رغبتهم في الاستقلال وتعبير عن حاجتهم للاكتشاف الحر المنطلق من خلال التجريب عن حياتهم وما يحيط بهم والبحث عن زواتهم وادراكهم لهويتهم بشكل صحيح تعالوا قلكم حاجة اللي احنا بنعيش فيه واللي احنا بنتعلق بتمرد أولادنا ده تمرد أولادنا يا سادة لازم نعرف انه هو تمرد تواصل مش تمرد مرحلة سنية ولذلك التمرد ده ممكن يبقى في أي مرحلة سنية التمرد ده ممكن يكون في الواحد لما بقى 21 سنة و22 سنة و23 سنة هو متمرد متمرد ليه؟ لان التمرد ده حالة لكن لما نيجي نشوف التمرد اللي بيحصل لأولادنا بقى نلاقي التمرد مش هينفع ان احنا نحصره في مرحلة المرهقة لكن احنا ممكن نلاقي التمرد في أوقات كتير وعشان كده تلاقي كتير من أولادنا بيقولوا أنا مش بعرف أتكلم مع بابا وماما كل ما بقوله حاجة عندهم كلمة واحدة هي لأ أوقات رأيتنا في التعامل مع أولادنا بتخلي أولادنا يحسوا بالتهديد فيلجأوا للتمرد عارف بيرجأوا للتمرد ليه؟ لأن انت لما بتهدده هو عايز يقولك أنا وصلت لدرجة الاستقلال وأنا مش خايف فبيتمرد عشان يأمن نفسه آه انت عايز تقول ليه؟ أنا عايز أقول لكم أن التمرد ده أحد أسليب مش الاستقلال بس أحد أسليب حماية النفس يعني هو لما بتمرد عليك هو حس أن انت بتمارس الهجوم عليه فتمرد عشان يعمل زي ما بيقولوه كده في الاستطلاح بيعمل سلفة فنس وعشان كده بتزيد حتي تتمرد لما بنمرس مع أولادنا التسلط طول الوقت كلمتي هي اللي تمشي ولما بنستخدم معاهم دايما طريق شريط الولدية الانتقادية انت عمرك ما بتعمل حاجة كويسة أبدا عارفين أنا كلمتكم قبل كده عن تحليل للتواصل المتبادل مع بعض اللي هو حالات الزات التبادلية اللي اكتشافها إيريك بيرن وتكلم عنها بيحصل إيه بقى فيه شوية شرائط فيه ست شرائط موجودة عند كل واحد فين فلما حد بيستخدم الولدية الانتقادية بتاعت الصباح ده اللي انت عمرك ما بتعمل حاجة صح على طول الابن بيطلع له شريط الطفولة المتمردة أو ساعت يطلع له الولدية الانتقادية برضو وانت ليه بتكلمني كده هو انت فاكر ان انت على صحة ما انت عملت وعملت 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 كمان وعشان كده لما بتيجي لما بيجي واحد مننا يتدخل في حالة أولاده بيظن انه هو بنقدم لهم الارشاد والدعم المناسب فبدل ما بنرشد وندعم بنحاول نعمل ايه نسيطر بقراءنا وافكارنا عليه ولما كمان مش بنسمح لأولادنا انهم يعبروا عن نفسهم بقى رياحية بيحصل لهم حالة من حالات ماذا حالة من حالات الاستنفار من عايز اعبر زي ما هو بيعبر هو انسان وانا انسان ليه ما اعتبر مشاعر وما اعتبر احسسه وما اعتبر افكاره مقدسة وانا افكاري هبارة عن هدر انا عندي مستقبل كبير محتاج اعبر عشان اكتشف مستقبلي ليه هو بيسد علي الافق ليه بيمنعني من ان ان اتحرك ليه هو عايز يعجزني كده ليه هو عايز يحسسني ان حياتي ديقة زي حياته انا شايف حياتي اوسع بكتير ويقوله الكلام ده بشكله او باخر ويزيد او احتمالية التمرد عند اولادنا لما يكون مربي حد التفكير عنده تفكير بالنقية واحد افكاري افكاري ايست بقى انا يعني ناقص يقول لا اريكم الا ما ارى يعني بيفكر طريقة ابيض واسود ما عندوش الوان فيميل دايما للتطرف يحكم على الاشياء بالتطرف يحكم على الاشخاص بالتطرف ومع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نتعامل مع الاشياء بايه فاوغيله فيه برفق حتى في الدين كل حاجة كل حاجة محتاجة مننا رفق فان الرفق ما كان في شيء الا زانة ومن نزع من شيء الا شانة فمسلا نقول لابنه ما تصحبش فلان ابو شعر طويل ومنكوش ليه سيدي ما تصحبش ابو شعر طويل انا عارف ان الكلام ده تعيزك بعض الناس يعني انا عارف ان الامهات تيجي تقول لي انا خايف الواد يطلع ايه يكون ماشي مع العيال ملاحدة ليه يا ستي الواد مطور شعره يعني في الغالب وليلات قدب واخلاقهم مش حلو والعيال بيبوحشين طبعا انا محتارة اقول لها شعره ده فوق دماغه فشعره ده بتاعه لكن انا شايفه وحش بس هو شايف ان الشعر الطويل ده انا اقول لكم هو شايف ان الشعر الطويل ده بيعبر عن ايه بيعبر عن رسالة بيقدمها للناس انه هو شخص مستقل انه هو مش تابع لحد ومش بيهتم قوي برأي الناس فيه ساعات الشعر الطويل بيكون بالتعبير ده وساعات الشعر الطويل بيعبر عن انه هو حر اعمل في نفس ان انا عايزه على فكرة الشخص اللي شعره طويل ده اللي احنا اللي ابوه بيقول له ده وحش قوي الولد بيشوفه قطيب خلق الله الولد عامل زي النسمة فابوه لما يقوله كده هو حاسس ان ابوه ظالم ظالم الولد يعيني او يكون الابن نفسه حابب يجرب ان هو يطول شعره فيحسسوه في البيت انه قليل للتربية وقليل للرجولة وانا ما حد الشعر طويل يكون معايا في البيت ده يعني ايه يعني امشي بشعرك الطويل ده بره البيت هو الولد بيحس كده طاب الله وربناهم على قيمة الجمال نعلمهم ان الله جميل ونحب الجمال ونعودهم يشوفوا الجمال في كل انسان وكل شيء فشوية شوية يبقى عندهم حس ان هما يختاروا اللي فيه جمال وحسن بدل من نوصمهم ونخليهم دايما نحسين انهم وهم راحين وهم وجايين لازم يستخبوا انا اعمل ايه في ولد لو جي قال لنا طب محاضة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هويد الشعر بتبقى محرجة اوي بس هتقوله ايه ما كانش بالطريقة دي صح انتو الاتنين ممكن تصلوا منطقة وسط لما تقوله ان رسول الله قال من كان له شعر فليكرمه تعال اتفق انا وانت على ان احنا على ان احنا لازم نكرم شعرنا ما ندخلش بقى في ايه انت وحش لا انت حلو لا انا حلو وحر لا ما بلاش الخناءة دي خلينا اتفق على القيمة الجمال خليك جميل وانا ما عنديش مشكلة اعمل اللي انت عايزه بس خليك جميل خليك بتحب الجمال وعشان كده من اهم الدوافع اللي بتخلي الاولاد يتمردوا علينا هو انهم بيحسوا ان اهلهم مش فهمينهم وانهم بيتعاملوا معاهم على انهم عارفين كل حاجة وعارفينهم اكتر من نفسهم فمش بيسمعوهم وانهم طول وقت بيحسوا انهم متهمين وانهم دايما متسببين في خزنان اهلهم فيحسوا انهم عبق على اهلهم اقول لكم حاجة ما حد جزع اتفقين على كده لان احنا بننفذ قوله تعالى بل الانسان وعلى النفسي بصير مش انت ولادكم بيدخلوا الغرف وقفلوا على نفسهم عارفين بيقفلوا على نفسهم ليه بيهربوا بيهربوا من النظرة دي لو انهم مفتوح عندهم الابواب انهم يتكلموا ويتسمعوا مش هيدخلوا ويقفلوا الابواب عليهم هم اكيد محتاجين امان بس هم بيأمنوا نفسهم بنفسهم لما يحسوا بالسعادة لانهم بيلعبوا فبيضطروا يبعدوا عن بيبعدوا عن محل الانتقاد ومحل الانتقاس ومحل التكسير فبيروحوا يعودوا لوحدهم يقولوا والله انا لو شاف نفسي عندي نقص احسن ما تكسر من كتر الانتقاد اللي بتعرض لي وشعور اولادنا جمال بالجفاف العاطفي واحساسهم بان هم مرفضين بسبب كتر الانتقاد والشكوى والاهمال كل ده بيساعدهم على التمرد يا جمال على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشاور لنا على النجام ده كله كان سيدنا الرسول الله عليه وسلم دائما يقبل سيدنا الحسن والحسين فمرة دخل عليه رجل ورجل واضح انه عنده مشكلة يعني وهو بيقبل سيدنا الحسن والحسين فنظر اليه الرجل ده وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي اني عندي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم قط فنظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بابي انت وامي يا رسول الله ما لا يرحم لا يرحم دي مش رحمة رحمة من ايه؟ رحمة من ان اولاد يسرعوا مفهوم الرفض ويفضلوا الرفض ده تينهش فيهم لغاية ما في بعض الاحيان يحاولوا التمرد ده جاي من الوحشة والتوحش فمشكلة التمرد الزائد ده لو ما تعملناش معاهم من بدري ممكن توصل بالاولاد لحد ادمان السلوك ده كاسلوب دفاعي يدفعوا بيه عن نفسهم طول الوقت او يستخدموه كأداد استفزاز عشان ينتقموا ها؟ عشان ينتقموا من التكسير اللي هم تكسروا بتكسير انتقام انت بتكلم عن حاجة كويسة اكيد بتكلمش عن حاجة كويسة بس انا بفسر بفسر ازاي نقدر نخرج من هذه الحالة ومن اخطر الاشياء لما يتحول التمرد الى مع الاهل للتمرد مع اه هنا بقى هننجي للحطة اللي بتوجع بقى ان يتحول التمرد مع الاهل الى التمرد انا دايما بقول ليست هناك مشكلة فيما علاقة الشاب بالرب الا جاءت من علاقة الشاب بالاب فيخرج التمرد مع الاهل الى التمرد مع الله سبحانه وتعالى بالمناسبة كتير من اولادنا اللي احنا سموا اللي سموا نفسهم بالملحدين هم على فكرة ما كانوش ملحدين ولا حاك هم كانوا في الحقيقة عندهم سيولة دينية لان دا كان نوع من انواع التمرد اللي كانوا بيمرسوه على سلط تقبقهم فلازم ننتبه هل دا تبرير لا دا تفسير عشان نعرف المدخل اللي انا هندخل بيه على اولادنا واحنا عندنا في الوحدات بقى اللي احنا بنستخدم بيها تردع التمرد زي وحدة حوار عندنا في دارة الافتاق المسارية وكل العمل اللي انا بقوم بيه في التعامل مع اولادنا بنعمل ايه؟ بنتعامل واحنا منتبيين لده فلازم نتعامل مع اولادنا واحنا منتبيين ازاي هنحل المشكلة دي وعشان كده تعالوا نقول شوية حاجات حاول انك في المواطن اللي بيكتر فيها اوري خطوة لازم نعمله حاول في المواطن اللي بيكتر فيها التمرد والصدام بينك وبين الاولاد ما تستخدمش معهم شوية الولادية الانتقادية عشان ما يخرجش ما يخرجش منهم الطفولة المتمردة لنألتلك ولكن نشط عندك شوية البالغ يقولي انا شوية البالغ عامل ايه؟ يعني عامل ايه؟ ولا حاجة سهلة خالص عقولك هذا سهل خالص اسأل أسئلة حقيقية يقول لي يعني هي أسئلة حقيقية أقول لي تما أنا بقول له هو ينفع كده أهو ده سؤال لا ده مش سؤال ده اتهام ده سؤال استنكاري قال له طيب لما أقول له هو إنت أتفضل كده طول عمرك أما ده مش سؤال برضه ده استهزاء أقول له مثلا أكيد أنت بتحب ربنا ده برضه مش سؤال ده سؤال إيحائي لازم تسأله سؤال واضح أقول له إيه ببساطة ولد مطور شعر خلينا نتكلم عن ولد مطور شعر وشكله مطور شعره وأنا مش حابب بالأمر ده حبيبي أنت مطور شعرك ليه ده سؤال حقيقي فيجيواب عليه قل له وانت شاف شكله وشكل الناس وشكلك وانت مطور شعر عجبك أه عجبني خلاص يا حبيبي لو شافه جميل ما فيش مشاكل هيجي يقول لي يعني أنت معندكش مشكلة أنا طور شعره لأ أنا حبيبي عندي المشكلة بالزبط كده إن إحنا كلنا بنحب الجمال فلازم نكون عندنا شيء جميل في ده بعد شوية هيبتدي هو يفكر أنا سبته خلاص بس ده كل دوري بس هي المشكلة بقى إن الأم والأب عندهم مشكلة إيه يا مشكلة الناس هيقول له إيه إيه ده إنت سايب ابنك يطور شعرك إزاي إحنا كان عندنا الأمهات والأباء بياخدوا الأولاد غزماً عنهم إحنا أقول لهم شعره أنا أعرف أمهات بتقص شعر للبنات وأمه نايمين ليه طيب؟ ما والشعر ده هي عندها وسوسة في النظافة بتقول لك لحسن يحوي حاجة طب ما أنتوا كده بتدمروا أولادكم وواحدة تسعى تلاقي شعره مفيش شعر طب بتعملي كده ليه؟ عشان ده أفضل في النظافة وأفضل في ده غلط غلط يا جماعة التاني حاجة لازم نعملها القبول لازم نكون مع أولادنا عندنا نلاقي أولادنا وهم بيقولوا عاوزين أباءهم يحبونا وهم شايفين أبوهم وهم بيحبوهمش ليه طيب؟ هم شايفين أبوهم بيحبوهم بس لما يبقوا شطرين أو أسكا لكن لو على حالهم كده وهم بيحبوهمش فلازم نشعر أولادنا بالتقبل لازم نشعرهم بالقبول احنا بنحبوهم عشانهم أولادنا مش بنحبوهم عشانهم نكحين لما يبقوا نكحين نفرح معهم بنجاحهم لكن احنا بنحبوهم لأنهم أولادنا عشان كده كتروا من المحبة وقللوا من الانتقاد وكسرت والشكوى واللوم التلاتة مسلس الرعب دات لو مسلس النكت ده لازم نوقفوا والانتقاد الشكوى اللوم سيدنا سيدنا أسامة بن زايد رضي الله عنه بيحكي أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخده هو سيدنا الحسب ويقول إيه اللهم إني أحبهما فأحبهما يعني إيه اللي حصل يا ربنا بحبهم فأحبهم يا رب سبحان الله إيه الجمال ده عنده تقبل ولا قال لأ عشان ده وإذاك سيدنا سيدنا أسامة بن زايد الحب بن الحب الأفعال اللي فيها قبول وفيها محبة بتدعم الصلة اللي بيكون بينكم وبين أولادكم وبتقوي شخصياته فمحتاجوش للتمرد عشان يثبتوا نفسهم مش هتلاقي واحد شبعان حب عارف ليه عارف اللي بيحصل في مسألة التمرد والوصول للمسألة للحد الولد كان عنده احتياجات فالأب أثر في احتياجاته أو علمه طريقة واحدة في التفكير فالولد إيه اللي حصل حاسس إنه وجعان فبيحاول بالتمرد دوت إنه هو يشبع يشبع من إيه يشبع بإن الحياة ملكي مش عفضل أسير الطريقة بتاعتكم الديقة دي تخيل لو عرفته إن ربنا الواسع ربيته على إن ربنا الواسع وإن أنت ما تضيقش عليه حياته وإن أنت بتساعده إن حياته تكون واسع تخيل الفكرة دي فكرة واحدة بس أنت بتساعده على إنه يكتشف اتساع العالم يا سلام الحاجة الثالثة الاحترام على فكرة أولادنا عندهم برضو الاحترام ده بيأسر القلوب قيمة بتأسر القلوب وبتلايق وبتلايق خلق الناس لأنها مليانة بالقيم والأخلاق الكريمة هي دي ما حسن أخلاق كل واحد فينا لازم يحترم ابنه أنت لو عايز ابنك يحس إن أنت نعمة لازم تحسس ابنك إنه نعمة لكن ما تجيش إن أنت تحسس ابنك بالنقص وتشتمه وتستهزأ منه وتخليه عبرة للناس وبعدين تخليه بعد كده تشعره بأنك بتحبه ستين عائشة رضي الله عنها بتقول ما رأيته أحدا كان أشبه كلاما بسيدنا رسول الله صلى يبقى إيه اللي حصل بقى يبقى إحنا لازم كده فهو كان يرحب بالسيدة فاطمة إذا دخلت عليه ويحترمها ويقدرها رابع حاجة غلي في النصيحة دايما بالمحبة لما تيه تعلم ابنك وتربيه خليها دايما مليانة بالمحبة إذن يا سادة إحنا كل الكلام اللي إحنا بنقول ده هنعيده عليكم ونكرره لأنه محتاج إنه يتنحت في القلوب بالجمال وبالمحبة هنكرر الكلام ده ونأكد عليكم وإحنا كمان بنتلقى أسئلتكم ولكن بعد الفصل وإحنا بنتكلم على مسألات كيفية التعامل مع تمرد الأولاد أول حاجة بنصح بها حضراتكم وبنصح بها نفسي إن إحنا بنتعامل مع أولادنا أول حاجة إن إحنا نبطل نستخدم منهم شريط الولدية الانتقادية يعني بلاش انتقادات وبلاش الصبع ده وبلاش التهديدات تاني حاجة اتعامل مع أولادكم بقبول واضح يعني إيه قبول؟ يعني بيني لهم أنه أنتوا بتحبوهم مش عشان حاجات إضافية لا بتحبوهم عشان أولادكم تالت حاجة الاحترام ابنك صاحب كرامة زيك زيه وزي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع السيدة فاطمة إزاي كان بيرحب بيها وبيحترمها ويكبرها وصد الناس أنت كمان لازم تعمل كده مع أولاد غرف غرف نصحتك دايما بالمحبة لما تيجي تعلم أولادك حاول دايما بقدر الإمكان إن أنت تنصحهم بشكل ودود وبشكل لطيف عشان ما يتمردوش عليك زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع سيدنا معاذ بن جبل خد بيئديه وقال له يا معاذ إني لأ أحبك الله فقال أوسيك يا معاذ ألا تدعى في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك محتاجين نحترم الحوار لازم نعود أولادنا ونتعود مع أولادنا على الحوار الحوار المحترم اللي فيه فهم اللي هم بيقولوه وتفاهم اللي ده وفعهم واحتياجاتهم وتفاهم نوصل فيه في كل حوار إلى منطقة مشتركة نقدر نعمل بيها ونعيش بيها مع أولادنا آه ده اللي احنا ممكن نكون بشكل واضح بنعمله ونساعد أولادنا على أنهم يستمروا قدراتهم بأن احنا نعلمهم شوية مهارات وإن اللي حصل كمان نسيبهم ونديرهم مساحة يمرسوا هذه المهارات يا سيدة احنا لو عملنا كده إن شاء الله أولادنا يخفى عندهم التمرد كتير قوي ويصبحوا معنا أصدقاء وأحبة نتعامل معهم بكل خير وبكل رطف وبكل كمان جمال يا رب جعلنا دايما هكذا مع أولادنا وناخد أول اتصال من الأستاذة رباب من بور سعيد أستاذة رباب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذة رباب أنا عندي سؤالين يا فندن تفضلي يا فندن السؤال الأول بابايا يعني رجل كبير وتعبان فأنا بحنونك لدي مشكلة أنا بتقول مع الحمام بيبقى ساتر نفسه وأنا اللي بحنونك دي فيها مشكلة بس إحنا ما عندناش أولاد يعني ما فيش عندي أخوة لك هو لا يستطيع أنه يختسل منفردا لا لا بحقيقة أنت حابتك بتبقى بعيدة عن لمس العورة وهو أنت بتقول لا لا خالص ما ننسوش أصلا لكن أنا اللي بقى أفنعه في الحمام أخافي أو ما عرفت لي كده لكن هون بيبقى ساتر نفسه ربنا يجعله وإن شاء الله ربنا يجعل ده في ميزان حسناتك ويجعله إن شاء الله في رحمة وإن شاء الله يجمع عليه ما بين تمام الأجري والعافية ويجعل لك سواب الأبرار إن شاء الله بيبرك بوالدك لا يخلق السؤال الثاني خاص بالحلقة أنا عندي بنتين بنت كبيرة عايشة معي والبنت الصغيرة عايشة مع باباها طيب البنت الصغيرة دي يبقى إحنا للوقت عندنا انفصال يبقى في انفصال يعني في انفصال نباية تباية في المحاكم أنا تلكت كل الطرق القانونية إن أنا أرجعها هي فوق السن ولا بقى تحت هي فوق السن ولا تحت السن هي السنة دي هتكمل 15 يعني هو بعيد عني بقى لها يعني أنت ترقتيها بالاتفاق يعني لا 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 مجرد اتفاق وما لو أخدها إزاي ما تحت السن تحت السن تبقى في حظنك ومعرفتش أجيبها بالمحاكم لأن البنت بتقول إن أنا مليش أم أنا أمي ماك هم كانوا أخدينها صغيرة فغتلوا لها مخاها يعني طيب وبعدين فضالي بس أنا بغاية دلوقتي أنا مش نفسي أشوفها حتى الرؤية الرؤية اللي هي الصبعية اللي في القانونية برضو مجري نفسههاش طيب والبنت اللي معاكي عندها كم سنة الكبيرة 19 19 يعني هي فوق دلوقتي فوق السن السن 18 يعيش معاكي باختيارها طبعا طيب أنا أظن إن البنت اترسم لها صورة ما هياش أحسن حاجة فمعنى إن هي اترسم لها صورة ما هياش أحسن حاجة أنت محتاجة جهد إضافي إحنا مش هنتكلم على العلاقة بينك وبين زوجك وإزاي هي بتؤثر تأثير سلبي على علاقتك ببنتك لكن أنا أعكلمك بالشيء اللي أنت تملكيه وهو أنت ذاتك أول حاجة أنت محتاجة ثلاث صفات الصفة الأولية الصبر لازم تصبري على هذا هذه الطريقة الصفة الثانية الحكمة والزكاء لازم تعرفي تعود مع نفسك كده شوية وتعرفي مفاتيح شخصية بنتك إيه لو هي شخص برفكشنيست لو هي شخص بيحب القيم لو هو شخص متمرد تعرف المفتاح بتاعه وإحنا النهار دا تكلمنا إزاي نتعامل مع الشخصية متمردة فلو سمحت راجعي الحياة اللي احنا قلناها في الشخصية متمردة الثالث صفة أنت لازم تكون عندك هي صفة ماذا دا يمومة التواصل ما تقطعيش التواصل عنها خالص لأن أنت لما بتقطع التواصل اللي بتبنيه بيتهد بي الكلام اللي بيتقال عليك من الطرف الآخر الثالث حاجات دي الصبر والحكمة ودوام التواصل هيوحدث تغيير بينك وبين بنتك أكيد لأن بنتك مهما كانت هي محتاجة حتى لو بتقول أن أمها ماتت لكن هي متشوقة أن هي بقى لأم لكن لو عندها أم صبورة وحكيمة وما بتسيبهاش لوحدها في كل وقت بتكون محتاجها أكيد هتلغي الفكرة دي وتحس بنعمة أن أمها مازالت عايشة وبتحبها فدي نصحت لحضرتك أستاذة مونة من الشرقية أستاذة مونة أستاذة مونة موجودة يا أستاذة مونة طب أستاذة مونة تحاول تكلمنا تاني معانا أستاذ محمد من الدهالية أستاذ محمد معانا من الدهالية يحاول يكلمنا تاني أستاذ محمد إذن أستاذة رباب بس أنا عايز أأكد لك على المعاني التلاتة دول المعاني الأولاني معانا أن حضرتك تفضلي مشكولا تسبري شوي ما تستعجليش طبعا في قسوة الوضع اللي أنت فيه ما حدش يقول أنه هو وضع لطيف أن أنت تكون بنتك موجودة وهي عرفاك وهي بتتعامل معاك وهي بتقول أن هي وأكيد أني شاهدتها في المحكمة كانت الفيصل فإن هي ما بقتش معاك ليه؟ لأن هي رفضت أن هي تبقى معك فهي ممكن تكون مع حمايتك فهي في الأساس مع زوجك تلوقتي فإذا رأيها في العيش معك كان هو أساسي هتصبري على ده معلش إن شاء الله ربنا يكتب لك ثواب الصابرين إنما يوفى الصابرون أجر من بغير حساب فهي هتصبري شوية كمان عايجي مع دوت إيه؟ الزكاء والحكمة وإنك أنت تعرفي نمط شخصيتها وتروح تقرى عن نمط الشخصية ده وتقدر تعملي ده الحياة الثالثة الحياة الثالثة إن أنت تعملي إيه؟ إن أنت تديم التواصل معاه ومعنا الأستاذ عبد الرازق من القاهرة تفضل أستاذ عبد الرازق ألو ألو تفضل يا حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذاك يا يا فتن الشيخ أعلم السلام بحضرتك والله موضوع التمرد الأهدناء ضد الوالدين ده أحيانا بيبقى يعني موضوع مصنوع يعني ما هواش طلع طبيعي من الأب يعني ما فيش خلاف ممكن أستاذ عبد الرازق تعلي صوتك شوية أستاذ عبد الرازق ممكن تعلي صوتك شوية يعني ما بيبقاش فيه خلاف طبيع أحيانا بيبقى التمرد أو أحيانا بيبقى الخلاف بين الأب والإبنة أو الأم والأبناء بيبقى أدخي عن نتيجة تحريض أشخاص أخرين بين الأبن اللي جاء يتمرد عن أبوك أنا عاوزينك يعني توجه كلمة لهؤلاء الناس الذين يسهلون الفتنة بين الأبناء والأبناء إما بتهديد الأبناء أنه يحل له مشكلة في شؤون أو تبايا إذا لم يتقسرت ضد أبوك فهناك عوامل خارجية بيعملها الناس أشرر لهؤلاء اللي يقوئ الفتنة بين الأباء وبين أباءهم داخل الأسرة واحدة فلو سمحت سياسك يعني تلقي الطوق على مثل هذه المشكلات أو على تفرع هذه المشكلات أو أسبابها من عوامل خارجية بتكون خارج الأسرة أستاذ عبد الراسة خليك معي شوية أنت عادك بتتكلم على آني سن تتكلم على السن المتزوجين بتتكلم على المتزوجين مش كده لا الأبناء تحت دون سن الأبناء اللي هو مش متزوجين يعني يعني ده بتتكلم في سن أو مرحلة الشباب أو مرحلة المراهقة هو ده السن التمرد اللي هو بتتسم بيه سنوات الشباب أو المراهقة يعني عند الأولاد أو البناء يعني أنت بتكلم على دائرة الأصدقاء ودائرة الأهل الأهل المهتين بالولد والأصدقاء ما فيش فديسة يحرض الإبن على أبوه لا ناس آخرين يعني كلهم سلطة من الجيران من ناس آخرين في خلينا خلينا أكلم خلينا أكلم حدد لك أصدقاء يعني مش كل عوامل التمرد للأبناء بقى أبقهم بتكون عوامل ده من داخلية من داخل الأصدقاء لا في عوامل خارجية من أجل إصارة الفتنة بين أصدقاء الأصدقاء الواحدة وإقعهم بعضهم وبعض خلينا تتوجه بقى تلمتين كده لهؤلاء الناس اللي ما بيحترموش نفسهم وبيحاول واحدة واحدة أستاذ عبد الرئيس أنا أكلم أستاذ عبد الرئيس بص يا جماعة تعالوا أقول لكم شوية قوانين في التربية قانون لطيف سهل خالص التربية مع خبرتي بقى الطويلة في الشغلانة دي والكلام مع الأسرة والتأمام بالأسرة بص يا سيدي ليس هناك شحن يحدث انفجار إلا إذا فتقدنا التبريد يعني أعيد الكلام تاني ليس هناك شحن يولد انفجار إلا إذا فقدنا التبريد يعني لو ما كانت التبريد مش شغالة المفاعل النووي عينفجر ابنك لو مفاعل نووي وانت عندك تبريد مش هيحصل أي انفجار بس ابنك لو إن حد شحنه فجيت انت كمان شحنته لازم ينفجر في وشك فنصحتي للأولاد نصحتي ل الذين أشحنونا أولادنا بان هما لازم يستقلوا وما يسمحوش لأبوهم ان هو يكلمهم كده وما يسمحوش لكده أنا نصحتي مزدوجة نصحتي لهؤلاء الناس الذين يسعون لإفساد الحياة مع الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وإفساد العلاقات وإفساد زاد البين ديت من أكبر الكبائر عند الله لكن نصحتي لكل الأباء ما انت حديد كمان بتكلم لكل الأباء أرجوكم بردوا تمرد أولادكم اوعى اوعى نفسك الأنبارة بالسوء تقول لك ايه اوعى تكتسر قدام الواد انت مش بتكسر انت بتحتوي الواد نحن نسمي الأشياء بغير أسمائها حتى نقع في الحرام كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيات اللي انت بتسميه انكسار قدام رغبات الولد اسمه احتواء أنا بقول لحضراتكم احتووا أولادكم طب انت لو الناس ما سمعتش اللي انا بقوله ده هيعملوا ايه هيجولي بس هيجولي وعندهم مصايب أكبر فالطريقة البسيطة خالص أنا مش هيجوله انت انسان مش عارف اللي انت بتقوله ده انت انسان مش عارف اللي يوم ما بيشحنوك ضدي انت مش عامل كده خالص هو لو جايلي بيقولي انت بتتدخل في حياتي واسبني عايش حياتك قاله طبعا حبيبي حياتك ده هي حقك وانت لو مش عايز نتكلم معك مش هتكلم معك بس انا في الحقيقة كل الحكاية بس ان انا سندك وظهرك ساعة ما تحتاج لي انا معاك هيقولي بجد ويبتدي في وقت من الاوقات يسمعن وانا تبادل الحوا انت عايز تقولي انت كده بتعمل تربية غير التربية اللي احنا اتربين اه صح اه بالمناسبة اه صح انا مش مش هقولك لا اه التربية اللي تربي عليها اولادنا اللي تربينا عليها احنا اه فيها مزيد وفيها تطوير بما يتعلق باولاد الالفية الجديدة اولاد الالفية الجديدة هناك ادوات لاجب ان تكون عند الاباء والامهات عشان يعرفوا يربوا الاولاد دول لازم يعرفوا هم بيفكروا ازاي الاولاد يفكرون بنسبية وعدم موجود كثير من القواعد وكثير من الأصول اللي احنا تربينا عليها مش هيكون الحل ان انت تقوله على فكرة دماغه بايزة والله ما هيكون الحل كده لكن أول حل ان انت تفهم دماغه تاني أمر ان انت تفهم إزاي القيم دي تقدر توصل ان هو يحس بالأمان لما القيم دي تدخل دماغه احتاجين مجهودة احنا شوان الأبوة مش مجانة والأمومة مش مجانة اللي عايز بأب وعايز بأم ويحصل نعيم الأبوة لازم عم مسؤولين انا شايف ان الحديث الرسول اللي اسم وكلكم رائن وكلكم مسؤولين عن رعياتي احسن وقت ممكن نطبقه الوقت ده كل اللي هتبزله هيرجعلك ثواب عظيم جدا 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 في انك تنقذ انسان من الضياع يا رب مستاذ دارق من السيوط يتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا صور اهلا بحضرتك يا صور اهلا بحضرتك يا صور اهلا بحضرتك ربنا يجزيكوا لخير يا حديث الله اعزك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا صور الواحي اه زميل اه اه بيشتغل فين في الاجهزة بيضحة يعني بيضحة نظام تقصيد طيب صديقه ليه كمان كانت اموره المادية ان هو يشتري تكييف طبعا ما كانش سامحة لان هو كان داخل في امور جواز وتجاوز فالدنيا طبعا حر فانا اه 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 تدخلت ما بين الامرين ما بين الزميل ده والزميل ده فقلنا له احنا هندفع مبلغ تمام وجاء المبلغ احنا هنقصته على 12 شهر تمام فهو طبعا ايه ما جابش حكاية ان هو بيعمل بنسبة الحرام ومش حرام احنا ايه انا تكييف بعد المبلغ اللي انت هدفعه انا هقولك ان انا هبيض بالامر ده قلت له تمام فطبعا الراجل ربنا يسر ليه التواجه مع المبلغ فقال لي اسأل زميلك هل يسمح ان انا ادفع باقي المبلغ وهو ياخد ربح الشهر اللي هو يعني بعد شهر بعد شهر على طول من تركيب التكييف ربنا وكرمه وظهر معا مبلغ لباقي التكييف فقال لي هل يسمح ان انا ادفع باقي المبلغ واشيل 11 شهر وادفع باقي المبلغ كله بس هو يشلي نسبة الربح اللي هو هياخده من 11 شهر ولا لا فقلت له حضر سأله لك فجيت سألته قال لي لا هو كان فيه اتفاق تمام والفلوس دي انا بحب ان انا شغلها تمام فطبعا مش يسمح انت كده هتعمل لي اسمح قلت له يااخد كريم انت عملت الامر ده لله تمام وشلت حكاية الربح تمام وقلت ان انا ايه هعملها لله فالراجل تواجدت معه مبلغ 11 شهر فدلوقتي خد ربح الشهر واحد سترل بس عشان الناس تاهت مننا ايه سألني السؤال عشان الناس تاهت مننا دلوقتي طيب خلاص هل هو ليه حق ان هو ان هو ياخد ده المبلغ تمام ويتنازل على 11 شهر وياخد الشهر لا انت مش بتسأل السؤال كده خلينا سيغل السؤال هل هو من حقه ان هو يفضل متمسك بتمن التقسيط وياخد التمن اللي هو قصت عليه حتى لو انا هديله المبلغ كاشت للوقتي هو ده السؤال السؤال ببساطة خالص صديقك اشترى منه السلعة دي بالتقسيط ولم يشتريها نقدا فاصبح الاتفاق اللي بينهم ان هو باع السلعة دي بالتقسيط والمسلمون عنده شروطهم فهو اصبح مستحق لتمن التقسيط ده هو لو انه اخد التمن كله وارتضب ده ده نوع من انواع تعديل العقد من عقد بيع اجل الى عقد بيع حال وهذا لابد ان يكون بالتراضي هو دلوقتي بيقولك انا مليش علاقة انا بيعت السلعة دي بالتقسيط فالصواب ان صديقك يظل على التقسيط ويسدد له اقصاته مدام هو لم يرضى لا تستطيع ان تجبره بان يأخذ التمن حالا وهو كان متفقا على التقسيط فانت الصواب بقى بتسألني هو الصواب ان انا اديله ده فاذا راضي بالتعجيل خلاص طب اذا لم يرضى بالتعجيل هنمشى بالتقسيط لان المسلمون عنده شروطهم وخلاص احنا مأمورين بالوفاء بالعقد واضح حضرتك هذا هو المسألة لانه خلاص اتفقوا على كده يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة على شيء مهم جدا اتكلمنا على التمرن ارجو ان الناس تشوف الحل وارجو ان احنا نوسع صدرنا شوي مع اولاد احنا بنتعامل مع اجيال مختلفة خالص احنا عندنا مفردات كبيرة جدا جدا واصبحنا مش احنا والمدرسة بس البيان ربي اصبحت حاجات كديرة اصبح السوشيال ميديا بربي اصبح كل اللي رايح واللي جاي بربي احنا محتاجين جهد كبير عشان اولادنا يظلوا مش منتمين الينا عشان اولادنا يظلوا متمسكين بالقيم محتاجين جهد محتاجين شغل ارجو ان احنا نتحالف مع بعض ونتعاون مع بعض على البر والتقوى عشان نحمي اولادنا اولادنا عزاز علينا اولادنا مش بقية اماننا اللي ضاع مننا اولادنا بناءدمين عايشين معانا وهم نعمة من نعم ربنا محتاجين ان احنا نصنع ونشكر ربنا عليها وده محتاج مننا مجهود عليك بجهاد الأبطال والسعي على العيال هكذا قال سفراني السوري تعالوا نجاهد مع أولادنا عشان يوصلوا مش بس إلى بر الأمان يوصلوا إلى السعادة وإلى حب الله سبحانه وتعالى والعيش بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق وبمكارم الأخلاق وده محتاج أن احنا نكون سند ودعم ليهم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والطريق إلى زوق نعمة الحياة يا رب لهمنا الصواب وجعلنا دايما في رضاك وجعلنا كمان عونا لأحبابنا على أن يكونوا راضين مرضيين عندك يا رب العالمين